على الرغم من توصل العلماء إلى حل العديد من الألغاز حول جسم الإنسان إلى أنهم بذلك لم يتوصلوا إلا إلى جزء يسير من إعجاز خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الفيديو نستعرض بعض الحقائق المثيرة للاهتمام حول جسم الإنسان والتي ربما لم تسمع عنها من قبل أولا سعة تخزين الذاكرة في الدماغ البشري تعادل الواحد بتابات أو الألف تيرابايت اكتشف علماء في جامعة تكساس أن المشبكة الوحيد أي الفراغ بين الخلايا العصبية لديه سعة تخزينية 4.7 بيت ومع معرفة عدد نقاط التشابك العصبية فإن سعة تخزين ذاكرة الدماغ تصل إلى حوالي 10 بيتابايت وهي أكثر بعشر مرات مما كان يعتقد سابقا ثانيا احتمال التعرض لجلطة غلبية يزيد في أيام الاثنين بيانت بحوث سويدية أن خطر الإصابة بأزمة قلبية يرتفع في أيام الاثنين وخلال عطلة الميلاد أو رأس السنة الجديدة ويقل الاحتمال في أيام السبت ومنتصف الصيف ثالثا العظام البشرية أصلب وأقوى من الإسمند تتكون العظام من مادة صلبة للغاية ومرينة في نفس الوقت وتتألف هذه المادة من 60% من هيدروكسيلاباتيتا الكالسيوم والكولاجين لذلك فإن كسرها صعب للغاية رابعا تحتاج للتخلص من 7700 سعرة حرارية لخسارة كيلوغرام واحد من أجل تخلص من كيلوغرام واحد من الدهون تحتاج لأن تفقد 7700 سعرة حرارية وهي تعادل 10 ساعات من الجري المتواصل أو 16 ساعة من السباح أو المشاركة في سباق ماراثون الرقص مدة 24 ساعة خامسا المساعة الإجمالية للرئتين البشرية تعادل مساحة ملعب التنس تحتوي الرئتين على تشكيلات فقاعية تشارك في عملية تبادل الغازات وإن تم تخلص المساحة الإجمالية لهذه الخلايا فإنها تعادل مساحة ملعب تنس سادسا قد تستمر الحزوقة لسنوات الرجال أكثر عرضة للإصابة بالحزوقة من النساء وذكرت موزوعة جنيس أن الأميرة شارلز أوزبورن أغنى من مشكلة الحزوقة مدة 68 سنة من 1922 إلى 1990 ثم توقفت في يوم من الأيام فجأة دون سبب لكنه عاش حياة طبيعية وتزوج وأنجب أطفال ومات في سن السادسة والتسعين سابعا يمتلك الإنسان أكثر من خمس حواس يقترع العلماء أن عدد الحواس التي يمتلكها الإنسان تتراوح بين 29 حسا على سبيل المثال أشعر بالوقت أشعر بالدف أشعر بالتوازن التخميب كأن تلمس أنفك من أول مرة رغم أنك لا تشاهده جميع هذه الخصائص عبارة عن حواس يتمتع بها جسم الإنسان ثامنا قرانية العين هي الجزء الوحيد من الجسم الذي لا يوجد فيه أوعية دموية بسبب أن القرانية لا تحتوي على أوعية دموية فإنها شفافة وهذا أمر جيد للرؤية وإلا كنت سترى خيوطا شعرية دقيقة كلما فتحت عينيك وستكون عائقا أمام الإبصار أما تغذية القرانية تتم عبر خاصية نشر العناصر من أعضاء الجسم المحيطة تاسعا معظم الأطفال يولدون بعيون زرقا يمكن أن يتغير لون عيون الأطفال الأزرق لحظة ميلادهم بعد مرور الوقت الميلانين هو المسؤول عن لون قزحية العين ويكون انتجه قليل لحظة ولادة الطفل ويمكن أن يزيد انتاجه مع مرور الوقت مسببا تغيير لون عيون الطفل عشرا يمكن للجنين أن يعالج الأم لوحظ خلال دراسات أن خمسين بالمئة من النساء التي يعانين من مشكلة في عضلة القلب لم يواجهن مشاكل أثناء الحمل والتفسير الوحيد أن الجنين يرسل خلايا جذعية للأم لمساعدتها على مؤالجة الأنسجة المصابة الحقيقة الحادي عشرة ترمش النساء ضعف ما يرمش الرجال الفرق هو النظام الهرموني فالمرأة لديها مستويات أعلى من هرمون الاستروجين المحافز لإنتاج مادة كيميائية طبيعية تعمل على ترطيب الأغشية المخاطية بما فيها العينين في المرزبة الثانية عشرة تغلق العينان أثناء العطس لمنع دخول البكتيريا إليها يعتقد الكثير من الناس أن إغلاق العينين أثناء العطس لمنع خروجهما من مكانهما في الجمجمة تبين بعد سلسلة من الأبحاث أنه يمكن للإنسان أن يعطس وعينيه مفتوحتان لكن هذه العملية ما هي إلا رد فعل من الجسم للحيلولة دون دخول البكتيريا إلى العين والتي انطلقت بسرعة كبيرة انتشرت من الفم خلال العطس في المرتبة الثالثة عشرة طول قامتك في الصباح الطول منها في المساء خلال النهار وبينما ينتصب جسمك بوضع رأسي فإن الأقراص الفقارية تصبح أقصى وأقل سمكان بسبب ضغط الوزن أما عند النوم فإنها تعود إلى حجمها الطبيعي وبذلك يقل طولك بمقدار قليل في المساء